الخبر متعلق برضو بالتموين وبيهم كل أسرة مصرية الشركة القبضة للصناعات الغدائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت عدد كبير من السلع الغدائية والاستهلاكية بتخفضات بتصل لـ 30% ده طبعا ضمن مشاركتها في معرض أهل المدارس الرئيسي اللي هو سنادي في مدينة نصر طبعا معروف أن المعرض الرئيسي موجود في مدينة نصر وبيكون في فروع أو في معرض بيتم تنظيمها في المحافظات والأماكن المختلفة وبيعلن عنها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أكد استمرار المعرض الرئيسي في محافظة القاهرة لمدة أسبوعين في الفترة من 6 لـ 20 سبتمبر الجاري والمعرض بيفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا لحد الساعة 10 مساء والتخفضات فيه بتصل إلى 30% كل سنة وحضراتكو طيبين يعني ودايما يتم تقديم الخدمات وبيتم تقديم الدعم وبيتم تقديم كل الأمور اللي بتتناسب مع المواسم اللي موجودة وكل سنة وحضراتكو طيبين إن شاء الله عن دراسي جديد وبالتأكيد كمان داخلين على مناسبات تانية مولد النبي وغيرها أكيد وطبعا لسه فكرة 30% للتخفضات على الأدوات المدرسية بالتأكيد يعني ده دعم للأسرة المصرية وفيه ناس بالفعل راحت للمعرض وشافت قد إيه حجم التخفضات مميز جدا وإن كل الأدوات المدرسية موجودة والشونة واللانش بوكس وكل الحاجات اللي بيحتاجها الطالب والأسرة بيحتاجها موجودة وبتخفضات وبأسعار مناسبة وده طبعا يعني دعم من جهات الدولة في التيسير على الأولياء الأمور إلى جانب كمان إن فكرة العرض والطلب والمنافسة بقى في إن يكتذب العميل كل صاحب مكان فبيقدم تخفضات وبيقدم عروض وبيقدم حوافز علشان يقدر يبيع ويكتذب عدد أكبر من العملة وده طبعا يعني لصالح الأولياء الأمور والمواطنين لأن الحقيقة كم الطلبات اللي المدارس أحيانا بتطلبها من الولاد وخاصة اللغات والمدارس الخاصة بصراحة يعني بيطلبوا حاجات غريبة وعجيبة كده وبالتالي بتكون ثقل على الأسرة المصرية وعلى أقصادها مع دخول الدراسة لأن الدراسة مش بس الأدوات المدرسية اللي بتيجي فيه ملابس بقى وفيه شونات وفيه أحزايا زي ما احنا شايفين فيه مجموعة متطلبات للطالب فرفقا بأولياء الأمور وواحدة واحدة عليهم والولاد يستمتعوا بعمل دراسي مميز ويريد بقى كل الطلبات اللي بتكتب في الليستة بتاعت السابليز دي تستخدم وتستخدم للطالب أو ما تكررش أو يعني ودايما يعني فكرة كمان أن فيه مواد غذائية في المعرض ده برضو شيء كويس علشان التغذية للطلاب مهمة يعني فبرضو أن يبقى فيه أغذية ومدعمة وعليها خصومات برضو حاجة كويس طبعا يعني إن شاء الله عام دراسي وعام سعيد وعام هجري على الجميع بالتأكيد إن شاء الله